طيب أنا يمكن لو تبعتني في الانترو كلمت على محمد صلاح إن محمد صلاح يعني في جزئية كلمت عليها رغم كل الشوشرة والدوشة والضغوط والناس كلها بتتكلم على انتقاله لا قاعد لا ماشي لا رايح ويورجون كلوب يطلع يقول قاعد بعدها لا ده في عرض أكبر لا ده ماشي وكل دوت تحس إن محمد صلاح عمل زي ما قلت كده بابل وحاطت نفسه فيه لا فيه تسعين ديارة مقدسة بالنسبال وما فيش تحس ما فيش أي رأكشن أو أي عصبية أو أي أداء مختلف يقول لك أصير الراجل ده دماغه في العرض أو الراجل ده بيفكر في حاجة ماتش أسطنفيل يا كابتن كان أداءه مثالي لدرجة يعني بصراحة حاجة تفرح لأنه بغض النظر عن الضغوطات ومحمد صلاح عودنا ده خلاص تخطينا نقطة أن محمد صلاح بيأدي في الضغوط لما بيأديه مرتاح هو كلما بيتضغط أحيانا كلما تحطه في الضغط أكتر بيبدأ عدد بزرف بس بس نقطة أنه كل يعني كان قال مثلا زينشينكو لعب لعب أرسنل لما سؤل مين أصعب لعب لعبته عليه قال محمد صلاح في الرواق بس قال لي قال لي أنه كل كورة خطر كل كورة خطر فعلا كل ما بيستلم بيبقى فيه خطر الكلمة دي مش سهلة تتقال على أي لعيب بالذات في الونجات الونجات اللي أنت دايما عندك باك بتلعب مع ناطش فردي دايما بتبقى مطالب أن تتعدي تكتل ما في وسط الملعب عشان تحط نفسك في مواقف واحد لواحد كتير مع دودين بتكلم على صلاح في نيسيوس بتكلم على مبابي الزبط لا أبقى قليلا جدا في التاريخ اللي وصلت للمرحلة دي في تاريخ الأجنحة اللي وصلت للمرحلة دي أي ملخص أنا مش عايز الناس تتفرج على ماتش أسطن فيلا أي ملخص لماتش ليفربول وأسطن فيلا أي هجمة ليفربول أي هجمة محمد صلاح فيها محمد صلاح فيها هو اللي واخد الكورة هو اللي عامل أسست هو جايب جون المتابعة من كورنر مش في مكانه يعني مش من انطلقة من مكانه بس جايب كل اللي اندفع ده بالقوة دي غير أن الأسست بتاع الجون الأونجول هو اللي عامله لداروين نونيز اللي المناسبة مدي لصلاح حول الفترة وهو داخل كمان مشاكل كويس من نيز يعني بعد نزوله وأحرز عدفين كمان في مبارات نيو كاسل فبالتالي فيه ثقة كبيرة جدا وفيه فيه هارموني بدأ يشتغل عليه محمد صلاح ده هيخدني على الجزء بتاع السوشيال ميديا هل محمد صلاح قاعد ماشي أنت إيه رأيك في القصة ديت أنا قلت رأيي أن احنا سمبورت لمحمد صلاح أين كان القرار اللي يتاقد محمد صلاح هو صاحب القرار الأول والأخير ومحمد صلاح خد قرارات كتيرة في حياته كانت قرارات مش هقول مصيرية لكن كانت مهمة جدا خروجه من شيلسي يروح الدوري الإيطالي بيتقلق مع طبعا فورنتينا وروما وبعدين يرجع تاني في تحدي قوي جدا مع ليبر بول محمد صلاح دايما صاحب قرارات مهمة وإحنا كمحب محمد صلاح إحنا دايما سمبورت ودايما وراء القرار اللي بياخده لكن قصة انتقال وشايف أنها هتؤجل للسنة الجاية هتبقى في خلال خلاص الماركاتو في السعودية هاي في خلال أيام ممكن يكون فيه مفاجأ خلال الأيام اللي جاية وأكيد فيه عرض تاني وتالت تالت بقى رابع أكيد فيه كذا عرض صعبين صعب رفضون صعبين على ليبر بول يعني الضغط على النادي مش على محمد صلاح يعني لأن أنا في اعتقادي أنه هو فيه ضغط كبير جدا أن يوصل للرقم أن ليبر بول ما يقدرش يقول لأ لأن لو تقلق الناس هتطلع تقول لك إزاي يعني زي الرقم ده يخشي لك وانت تقول لأ يعني لأ الجمهور بتاع ليبر بول مش عايق يعني كجماهير كضغط مش عايق بمحمد صلاح يمش لأنه هو القطع الكلاس الوحيدة في النادي دلوقتي ما بيستند وما فيش بديل والملكات وقفل خلاص وانت جدت أرباعي في خط النص رباعي جديد تماما انت بنتعول عليه تماما ورباعي قوي جدا بس مين اللعيب اللي بيديك كل الحلول هو محمد صلاح فقط لغير دلوقتي فقط لغير ما فيش حد تاني فهو لأك جماهيريا وضغط الضغط أكتر أن محمد صلاح يفضل ولكن في عروض يا كابتن لو تحطت صعب جدا ترفض من أي حد حتى أنا بحط نفسي مكان محمد صلاح ويتقلي مثلا وانا عندي 31 سنة ولا 32 سنة طبعا في نهاية عقد القوي مثلا في مسيرتي ربنا يجديله بإذن الله مسيرة أطول وطول العمر بإذن الله بس 300 مليون يورو 400 مليون احنا دلوقتي وصلين محمد صلاح الصفقة اللي هتعرض على ليفربول هي أغلى صفقة في تاريخ كورة القدر وصلت 23 مليون يورو عن تخطي الصفقة نمار اللي هي كسر الراتب بتاع PSG وبنتكلم منموم في أول رقم متقل محمد صلاح 180 مليون يورو من غير ما يقرس لحد الوقت في السنة آه في السنة الواحد لواء يبقى حتى الآن تاني أغلى مرتب بعد بن زيمة وكريستيانو رونالدو بس بنود الإضافية ممكن يعاديه ونصى الـ 213 كل دي حاجات بتود اللعيب لحتة تانية يا كابتن هو بيفكر زائد أنه إلى أي مدى سيتطور الدور السعودي دي وإلى أي مدى اللعيبة دي بتقنع بمشاريع إحنا أنا قاعدين مش ملمين برضو يا كابتن بتفاصيل كتيرة أو بتتقلل اللعيبة يعني لما يتقلل طبعا طبعا يعني لما بيقعد مع اللعيبة إحنا مبنعرفش إحنا كل منتكلم عليه الحقيقة بيتكلموا على الفلوس الكتير قوي لكن في يعني كان اتعرض على صلاح أن يكون سفير السعودية مثلا خلال الثلاث سنين جاية لو السعودية هتقدم مثلا لملف كسل عالم 20-30 فغير حاجات تانية بنود تانية بتبقى غير باند مثلا زي اللي استشفى اللي أقنع رونالدو أن يروح برضو من الحاجات اللي أقنعت رونالدو في نهاية مسيرته أنهما قالوا له كل ما تريده من أدوات الاستشفى موجودة ده من أهم الحاجات اللي زغللت عن رونالدو بجانب الراتب طبعا خلان نقول إن ده من أهم الأشياء والإقامة والامتيازات والأسرة والبيت كل ده تمام ما بقولش إنه مش رقم واحد بس لما تيجي الحد عنده 38 وعايز يلحق 2026 كسل عالم وتقوله كل حاجة استشفى تحت أمرك الكلام ده بيفرق مع اللعيب في أوقات معانا لما تقول محمد صلاح في وقت ما إنت لوقتي مش هتلعب شامبيونز ليج السنة الجاية اللي هي آخر سنة في عقدك مع ليفر بول وإنت شكلك مش ميال التجديد ولو انتقلت من ليفر بول ما حدش هديك عقد كبير الا ريال مدريد مثلا وريال مدريد ممكن يبقى سد كل خلاة مش بالرقم ده مش بالرقم ده فأنا بديك امتيازات خمس ست سنين صعب أن انت تبص لنفسك كمان ست سنين يا كابتن وتلاقي الرقم دوت وترفضه مليون في المية أنا لو عندي 25 سنة حبدأ أفكر شوية لكن أنا كمان 31 سنة داخل على 32 محمد صلاح حق بطولات كتير يعني حق ومسلا السنة اللي هي فكرة أنا جبته الواحد اللي هو يبقى دوري صلاح دوري محمد صلاح لان لما خد البريمير ليه جلق كان فيه تيم كامل ساديو مانيو فرمينو هندرسون وفابينيو كان فيه تيم كامل تقيل داعم داعم لمحمد صلاح بشفكرة أحيانا اللي هو مثلا دوري 2003-2004 بتاع أرسنال أول لما بنقول الكلمة بنفتكر تيريون ري أو لما بنشوف دوريات بلاك بن روفرز بخمسة وتسعين بنفتكر ألان شيرر اللي هي فكرة الفكرة دي بتغازل شوية محمد صلاح خلنا متفقين على الجانب الرياضي محمد صلاح لازم يقعد في أوروبا أطول وقت بس أنا مش كل دا دي مش كل المعتاطل اللي في بالي دلوقتي ودلوقتي حلنا الدور السعودي ما بقاش يعني انتكاسة رياضية لللاعب وإلا ما كانش لعيبة عندها 22 و23 و24 بتغسيب أوروبا كله زي موسى ديابي وزي روبين نيفيش وزي ملينكو فيتش كلها العيبة عمرها صغيرة نسبيا ضحت مش ضحت تسابت أوروبا وراحت لسعودية وبترجع تاني المعسكرات بتاعت منتخبات بلادها وبتأدي أفضل أداء فما بقتش فيه انتكاسة الفكرة لا بالعكس دوري السعودي ماشي خطوة فوق أنا متفق معك تماما وهو فيه مشروع معمول وهم ماشيين في هذا المشروع إصرار التحاد جدع على محمد صلاح ويسمعت بعض الأخبار إن محمد صلاح لو ما رحش السناد التحاد جدع يكون الهلال هو اللي هيكون العرب السنة الجاية أو هيتفاوض هل هو دو يعني هو إصرار إن محمد صلاح جايب معايا أكتر من 120 مليون مشاهدة أو متابعة المصريين كلهم محمد صلاح و60 ألف تذكرة و60 ألف تذكرة أسبوعية هناك يعني كمان الناس بتكلم آه دي فلوس كتير أو لا الناس كمان بصة لعوائد انتقال محمد صلاح مميزات انتقال محمد صلاح على المستوى التسويقي على المستوى الماركتنج على كمان تسويق الدوري السعودي في بعض القنوات الكبيرة فكل دي عوامل وكل دي بنود ممكن ناس ما كنتش شايفاها طبعا لما نتكلم عن محمد صلاح في تكريك كلمنا عنه حلقة السنة الفاتحة كابتن مع بعض وإنه محمد صلاح من البيك فايف تسويقيا في اللعبة العالم يعني لو نتكلم في نمار مبابي كريستيان وميسي محمد صلاح لأنه الميدل إيست ده بتاعه فتخال لما تعمله دوري في الميدل إيست بتاعه دوري لصلاح فالدوري دوت محمد صلاح لن ينافس فيه على الصعيد الاستثماري والتسويقي غير أنه على الصعيد الفني أفضل من كل اللعبة اللي راحت يعني محمد صلاح في نقطة في كاريرو دلوقتي ولا نمار يوصل له ولا بنزيمة ووصل له دلوقتي ولا كريستيان ووصل له محمد صلاح دلوقتي 100% فت ووصل لأعلى نسبة طوب لفل فأعلى كل حاجة مش جاي محتاج حاجة مش جاي محتاج حاجة لا مديا ولا فنيا محمد صلاح هو لو راح يروح باختياره الكامل للدوري السعودي واعتقد أنه سواء راح أو ما راحش فما فيش انتكاسة في المشروع الرياضي الحلم اللي بالنسبة لنا أن محمد صلاح يوصل دايما لأبعد نقطة يقدر يوصلها في أوروبا هيفضل الحلم ده غازلنا كلنا محمد صلاح بيبدأ مسيرته يعني فإن شاء الله أنا ميال أنه هيكمل تجربته في أوروبا ولكن أنا مش هلومه خالص لأنه في عرض تاني وتالت جايين في التلات أربعة يام دول هيبقى صعب جدا للنادي واللي عايب يرفضوه ده أنا بدومي صوت لصوتك طبعا كلنا وراء محمد صلاح والقرار اللي ياخده لكن كلنا نتمنى أنه احنا نكمل نكمل أو محمد صلاح يكمل في أوروبا الكرة الزهبية والبيشن والشغف مازال مستمر تشامينز ليج المطشاط ولكن زي ما بقولك والأغراءات الكثيرة جدا في اللاعب عنده 31 سنة يعني خلينا نقول أن كل التوفيق لمحمد صلاح ترجمة نانسي قنقر